موسيقى حنتكلم بقى عن نقطة مهمة وهي selection of the arch wire فاكرين في الماتيريا لما كنا في الكلية كنا بنقسم الarch wires ازاي؟ كنا بنقسم الarch wire تبقى للcross section كان عندنا cross section ايه؟ round square square يعني مقاسين قد بعض rectangular يعني معين مقاسين او اربع يعني اربع ارقام كل اتنين بيبقوا قد بعض و وكنا بنقسم كمان multi strand ملتي strand ده معاتش بيستخدم حاليا كان الاول بيستخدم في ايه؟ كان زمان عشان يقدر يعمل حاجة رفيعة وفيها flexibility هم تتكسرش كان لازم ان هو يجيب كذا حاجة مع بعض ويدفرهم مع بعض يعني كذا wire ويدفرهم مع بعض ليه؟ لان انت لو جبت مثلا wire احنا عندنا اصغر wire موجود كام؟ اتناشر تخيل كده ان انا قلتلك هات wire ستة ما كان اتناشر ايه اللي هيحصل له؟ هيتقطب فهو عايز wire يكون صغير وفي نفس الوقت هم يكسرش فيقوم جايب اربع خمس فائرات ستة ويقوم مدفرهم مع بعض فيدي له strength وفي نفس الوقت يبقى عندهم ايه؟ دلوقتي بقى عندنا مواد flexibility بتاعتها عالية وبالتالي ما عادش عندنا مشكلة في القصة دي بعد كده المتيريال فاكرين المتيريال اللي كان مصنع منها ال wire يعني بتكون ايه وايه وايه؟ steel steel ودي اخدناها فاكرين ما زيها ايه؟ 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 ايه اهم حاجة في steel انه هو ويتر كمان نقدر نعمل في ايه؟ wire bending فانه هو بي اكسر البند طيب والnight eye اهم ميزة فيه هي ايه؟ الميموري يبقى اهم حاجة في night eye الميموري تمام؟ طيب التيم ايه ده؟ فاكرين قلنا عليه؟ انه هو wire بيجمع خصائص الاثنين night eye وال steel فهو flexible زي night eye وفي نفس الوقت بي اكسبت ايه؟ ال wire bending وقلنا انه هو بس مشكلته الوحيدة انه هو ايه؟ غالي لو لانه كان غالي كان زمان اي حاجة انت عايز تعمل فيها بيجمع كنت تعملها في ايه؟ في TMA طيب بعد كده من المواد دي ومن cross section دي موجود مقاسات مختلفة من الصغير لكبير يبقى دي كده تقسمت ال wire من حيث اول حاجة الماتيريال اللي مصنع منها بعد كده من حيث ال cross section ومن حيث ال cross section وبعد كده من حيث ايه؟ ال size ما هو الرقم التاني بقى ايه؟ نرجع تاني للأول على حسب ال cross section لو حضرتها crowned هيبقى رقم واحد 16 18 14 هكذا رقم واحد لو هو مربع هيبقى رقمين مضروبين في بعض الرقمين دول قد بعض 16 16 18 18 عشان هو مربع لو rectangular هتلاقي ان هم ضلعين والضلعين دول مش قد بعض 16 16 22 تمام؟ يبقى هي كده يبقى لما حضرتك تيجي مثلا على دي اول ما انا بص 12 14 16 ما شايفه ايه؟ يبقى وير ايه؟ يبقى كده automatic round 16 في 16 يبقى وير ايه؟ square 17 في 5 وير ايه؟ rectangle تمام كده؟ طيب لسه برضو معرفناش ازاي نقدر ان احنا نعمل selection للارش وير خلينا نبص في مرحلة leveling وال alignment ايه هي ال properties اللي احنا محتاجينها انها يكون موجودة في الارش وير هنلاقي ان احنا عايزين الواير بتاعنا دا يكون عنده high strength ليه high strength؟ لان احنا عندنا في المرحلة دي الاسنان بيبقى فيها crowding والاسنان بيبقى فيها crowding دي بتبقى ايه؟ معاد عن بعض فانت عايز الواير لما تاخده تدخله في السنة اللي دخله الجوه دي ميحصلوش ايه؟ ميتقطاعش تمام؟ ميتكسبش احنا عايزين high strength وفي نفس الوقت يبقى عنده high resilience ليه؟ عشان حضرتك تقدر انك انت تعمل ايه؟ تدخله الجوه للسنة اللي هي بعيدة عن بعيدة الاسنان فانت عايز يبقى عنده high resilience بعد كده عايزه يبقى عنده high strength ليه يبقى عنده high strength علشان انه هو بعد ما يوصل للسنة البعيدة اللي دخل الجوه ياخد السنة دي ويعمل ايه؟ ويطلع لقدام طيب الخصائص دي موجودة في هانه وير او في هانه مادة nickel titanium يبقى الكلام اللي احنا نقدر ناخده او الواير المناسب المادة المناسبة لمرحلة اللي فلنج والالايمنت هي ال nickel titanium طب هو ال copper nickel titanium ده يفرق ايه عن ال nickel اليه؟ لون؟ لون ايه؟ اللون لا بيد اللي قال كده انتم مالكم كلكم جايبين المعلومة دي اللون؟ انا؟ لا انا قلت الكوبالت الكوبالت هو اللي بيعمل اللون بيشو الكبر الكبر ده بيزود الفلكسابيليتي تمام؟ فانت هتلاقي ان حتى كل الوايرز بتاعت الديمون اللي هي self-ligating هم هتزودين فيها ليه؟ عنصر الكبر عشان يزود الفلكسابيليتي اعلى فالكا اللي ستالي ستيل ما له؟ ها ريجد هو اللي ستالي ستيل ريجد اكتر تمام؟ او سأل ذاكرا عمليه هو اللي ستالي ستيل ريجد بس اه فيه فرق ما بين ريجد وما بين عنده هاي سترانس هاي سترانس يعني انه Beauty ريجد يعني انه ما بيتنيش كلمة rigid معناها أن حضرتك ما تقدرش تتنيه تمام؟ بس strength يعني معناها أنه هو ما يحصلش فيه failure ما يحصلش فيه fraction فاحنا بنقول أنه هو يبقى عنده high strength مش high rigidity أنا ما قلتش أنه هو يبقى rigid تمام؟ springness يعني أنه هو يرد تاني أنه هو بعد ما أنت هيكون عندك سنة دخل الجوه عايز resilience أنه هو يتني معك memory i springness تفسيرها فعلا كلمة memory تمام؟ يبقى كده خلاص؟ يبقى احنا بنعمل leveling و alignment لما أقول الواحد هات وير 12 يبقى يجيب 12 نايتاي ولا 12 استيل نايتاي يبقى احنا عايزين وير يكون نايتاي طيب احنا كده عرفنا أول عنصر وهو ايه المادة المصنعة منها الواير لسه ما احناش عارفين نختار ال cross section ازاي ولا نختار ويشاهدوه موسيقى اشتركوا في القناة